الحمد لله رب العالمين نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه ونسأله المزيد من خيره وفضله وبره وإحسانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسريما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فهذا لقاء جديد من لقاءتنا في كراءة كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته وكنا فيما مضى قد أنهينا كتاب الصيام وكتاب التراويح ولعلنا نبتدي اليوم بإذن الله عز وجل في كتاب فضل ليلة القدر وكتاب الاعتكاف فليتفضل القائل بارك الله فيه ويسر له أمره الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا اللهم اخفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب فضل ليلة القدر قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجاور في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى ويقول تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان ثم اعتكف أزواجه من بعده قوله فضل ليلة القدر ليلة القدر هي ليلة واحدة من ليالي السنة وسميت بهذا الاسم إما لأنه تقدر فيها المقادير وتصرف فيها الأرزاق والآجال وإما أنها لقدر معلوم وقد جاءت النصوص ببيان فضلها ففي سورة القدر أخبر الله جل وعلا أنها خير من ألف شهر وقد قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما أن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فوازن بين قيام جميع الشهر وقيام ليلة القدر وقد جاء في فضلها نصوص كثيرة متعددة ولا زال أهل الإيمان يتحرون هذه الليلة العظيمة ويبحثون عن هذه الليلة وأكثر أهل العلم على أنها في العشر الأواخر ولكن هي في ليالي الوتر أحرى وكثير منهم قال بأنها في ليلة سبع وعشرين آكد وليعلم بأن هذه الليلة ليلة القدر على الصحيح ليست ليلة بعينها وأنها تتنقل ما بين سنة وأخرى وأنها قد تكون في ليالي الزوج من العشر الأواخر ويدل على تنقلها أن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى السنوات قال لأصحابه أراروا ياكم تواطعت فمن كان متحريا ليلة القدر فليتحرها في السبع الأواخر بينما جاء في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه بأنه يسجد في صبيحتها على ماء وطين فوقع ذلك ليلة إحدى وعشرين ففي سنة أخرى غير السنة الأولى فدل هذا على أنها تتنقل وأنها لا تبقى في ليلة بعينها وأورد المؤلف في هذا الباب حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجاور يعني يعتكف العشر الأواخر من رمضان وذلك أنه يطلب ليلة القدر فيها تقول حتى توفاه الله يعني أن الحكم استمر وأنه لم ينسخ حكم مشروعية الاعتكاف وتأكد الاعتكاف في العشر الأواخر لاستمرار النبي صلى الله عليه وسلم عليه إلى وفاته وقوله تحرّوا وفي بعض الروايات التمسو يدل على ترغيب أهل الإيمان في البحث عن ليلة القدر والحرص على عبودية الله جل وعلا فيها والحرص على دعاءه والتضرع بين يديه في هذه الليلة العظيمة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يراغب أصحابه في تحرّ هذه الليلة ففي الحديث مشروعية الاعتكاف وأن الاعتكاف يكون باللبث في المسجد وفيه تأكيد الاعتكاف في العشر الأواخر وفيه دلالة على أن المسجد النبوي صالح لأن يعتكف فيه وقوله في هذا الحديث تحرّوا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر قوله في الوتر جمهور أهل العلم على أن المراد به ذلك العام وليس المراد به جميع الأعوام وقوله ثم اعتكف أزواجه من بعده فيه اعتكاف النساء وأنه أمر مشروع وفيه استمرار الاعتكاف بعد وفاة صلى الله عليه وسلم مما يدل على أن الاعتكاف لم ينسخ ودل على الاعتكاف قوله تعالى أن طهر بيته للطائفين والعاكفين وقوله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد وقول السواء العاكف فيه والباد نعم حسن الله إليكم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى في هذا الحديث الترغيب في تحري ليلة القدر وطلب فضل هذه الليلة بعبودية الله والقيام في هذه الليلة وفيه أن ليلة القدر تكون في العشر الأواخر دون بقية الشهر وفيه من الفوائد أن كل ليلة من ليالي العشر محتملا تكون هي ليلة القدر وقوله في تاسعة تبقى يعني بعد حذف ليلة الثلاثين لعدم التأكد من كونها من الشهر وفي بعض الروايات في تاسعة تمضي ولذا يستدل بعضهم بروايات هذا الحديث على أن ليالي الأزواج من العشر يمكن أن تكون هي ليلة القدر قولها رضي الله عنها كان النبي يدل على الاستمرار والدوام منه صلى الله عليه وسلم وقوله إذا دخل العشر يعني العشر الأواخر من شهر رمضان فقد كان صلى الله عليه وسلم يخص العشر الأواخر بعمل لم يكن يفعله في غيرها من أيام الشهر وكان صلى الله عليه وسلم يتفرغ للعبادة في هذه العشر الأواخر وقولها شد مئزره كناية على أنه لا يقرب أهله ويشتغل طول ليله بعبادة ربه وقوله أحيى ليله ظاهر هذه اللفظة أنه جميع الليل ولكن يستثنى من ذلك ما يجعله فيما لا يستغني عنه من الأكل وقضاء الحاجة ونحو ذلك وقوله وائقض أهله أي جعلهم يقومون وظاهر هذا أنهم ينامون بعض الليل وأنه يوقظهم آخر الليل ليقوموا معه لأداء صلاة الليل حسن الله إليكم قال رحمه الله كتاب الاعتكاف قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان قوله كتاب الاعتكاف يراد بالاعتكاف لزوم المسجد لأتقرب لله تعالى بأنواع العبادات وهذا يشعر بانصراف الإنسان عن الدنيا إلى عبادة ربه جل وعلا وتفريغ قلبه ليكون ذلك أدعى لفهم كتابه وتأمل الإنسان في حاله ومعرفة مآله وأين سيكون ويعرض نفسه على الجنة والنار وفي حديث ابن عمر الذي ذكره المؤلف قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يفيد الدوام والاستمرار وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف العشر الأول فقيل له إنما تطلب أمامك يعني ما تطلبه من ليلة القدر ليس في العشر الأول فاعتكف العشر الأوسط فلما فرغ وأراد الخروج قيل له إنما تطلب وراءك فاعتكف العشر الأواخر ثم استمر على ذلك صلى الله عليه وسلم وفي هذا مشروعية الاعتكاف وتأكد العشر الأواخر وفيه من الفوائد فضل العشر الأواخر وتخصيصها بشيء من العبادات لا يفعل في غيرها من أيام العام وفي هذا بيان مشروعية الاعتكاف وظاهره أنه لا يختص بالمساجد الثلاثة فلقد قال الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد مما يدل على أن كل مسجد تقام فيه صلاة الجماعة فإنه يصح أن يكون محلاً للاعتكاف حسن الله إليكم قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما قفلنا من حنين قال يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال أوفي بنذرك فاعتكف ليلة قوله أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم فيه سؤال الإنسان عما يشكل عليه من المسائل التي يحتاج لبيانها قوله لما قفلنا يعني رجعنا من غزوة حنين وحنين في جهة الطائف وكانت من أواخر الغزوات وقد وقعت في سنة تسع للهجرة وكانت بعد فتح مكة بأشهر قال يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فيه جواز النذر ولزوم نذر الطاعة وفيه أن من نذر حال كفره أو في حال الجاهلية لزمه أن يفي بالنذر بعد إسلامه وفي هذا الحديث من الفوائد جوازه أن يكون الاعتكاف بالليل وأنه لا يشترط أن يكون يوما وليلة كما قال بجواز ذلك الشافعية والحنابلة وفيه دلالة على عدم اشتراط الصوم في الاعتكاف فقد يكون الإنسان معتكفا وهو غير صائم لأن اعتكافه عمر هنا للليل وليس الليل محلا للصيام وقد استدل به الشافعية والحنابلة على جواز الاعتكاف في الزمن اليسير حتى في وقت بقاء الإنسان قبل الصلاة أو بين الصلاتين والمالكية والحنفية يشترطون في الصيام أن يكون يوما تاما ليتضمن الصيام وقول من قال بجوازي الاعتكاف لأقل من يوم أرجح لهذا الدليل وبعض الناس قد يعتكف في أثناء دخوله المسجد لأداء الصلوات الخمسة وبعض أهل العلم لم يرتح لذلك وقال لم يكن مألوفا مأثورا عند السلف الأول وفي الحديث من الفوائد ذكر غزوة حنين وشيء مما وقع فيها وفي الحديث من الفوائد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالنذر مما يدل على أن نذر الطاعة يجب الوفاء به ولا يجوز له أن يتخلف عنه أو أن يحنث فيه وفي الحديث امتثال عمر رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك مما يدل على فضيلة عمر رضي الله عنه أحسن الله إليكم قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخل مكانه الذي اعتكف فيه فاستأذنت عائشة رضي الله عنها أن تعتكف فأذين لها فضربت فيه قبة فسمعت بها حفصة رضي الله عنها فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها فضربت خباء فلما رأته زينب بنت جحش رضي الله عنها ضربت خباء آخر فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يعتكف فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه رأى الأخوية أربع أخوية خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب فقال ما هذا فأخبر خبرهن فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملهن على هذا ألبر ترون بهن ما أنا بمعتكف إنزعوها فلا أراها ثم انصرف فنزعت فترك الاعتكاف فلم يعتكف ذلك الشهر فلما أفتر اعتكف عشرا من آخر شوال قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فيه استحباب الاعتكاف ومشروعيته واستمرار النبي صلى الله عليه وسلم وفيه اعتكاف الليالي ذوات العدد وفيه أيضا تأكد العشر الأواخر من رمضان لاستحباب الاعتكاف فيها وقولها فكنت أضرب له خباء يعني خيمة أو قبة صغيرة يمكث فيها أثناء اعتكافه قالت فيصل الصبح يعني صلاة الفجر ثم يدخل مكانه الذي اعتكف فيه استدل بهذا بعض أهل الحديث على أن الاعتكاف يكون بعد الفجر والجمهور ومنهم الأئمة الأربعة على أن من أراد اعتكاف العشر فإنه يدخل قبل غروب شمس ليلة الواحد والعشرين ليكون بذلك قد اعتكف جميع العشر وقالوا عن حديث الباب بأنه اعتكف من الليل ولكن كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي صلاة الفر تقدم ليصلي بالناس فإذا صلى بالناس صلاة الفجر عاد إلى مكان اعتكافه قالوا وبالتالي في حديث الباب ليس يتحدث عن بدء الاعتكاف وإنما يتحدث عن دخول النبي صلى الله عليه وسلم موطن اعتكافه في أثناء الاعتكاف لا عند ابتداء الاعتكاف وفي هذا جوازه اتخاذ الأخبية في المساجد خصوصا لمن كان من أهل الاعتكاف بشرط أن لا يضيق المسجد أو أن يؤذي المصلين فيه وفي الحديث أن المعتكف لا يلزمه البقاء في مكان واحد فلذا تنقل في المسجد فإنه لا يعد بذلك قد قطع اعتكافه فلو كان يمشي أو تنقل من مكان إلى آخر أو تقدم من أجل أن يتم الصفوف أو ذهب لحلقة العلم في المسجد فإن ذلك لا يؤثر على اعتكافه وفي الحديث من الفوائد مشروعية اعتكاف النساء وجواز اعتكافهن في المسجد وأن المرأة إذا أرادت أن تعتكف استاذنت من زوجها ولذا لما استاذنت عائشة أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث أيضا التنافس بين زوجات الرجل على طاعة الله جل وعلا كما حصل من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف في هذا الحديث وفي الحديث من الفوائد أن المعتكف يتخذ مكانا يعود إليه ويهوي إليه حينما يفرغ من أعماله العبادية داخل المسجد وفي الحديث من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذه الأخبية من نسائه علم أن هذا قد جاء من غيرة بعضهن من بعضهن الآخر ولذا شكك في نيتهن فقال البر يريدن وما حملهن على هذا وفي الحديث جواز قطع الاعتكاف المستحب فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوي اعتكاف العشر فقطع اعتكافه ولم يكمل هذا الاعتكاف وقد استدل الشافعية والحنابلة بهذا الحديث على جواز قاطع الأعمال المستحبة وعدم لزوم المستحب والمندوب بالشروع فيه خلافا للإمامين أبي حنيفة ومالك رحمة الله على الجميع وفي الحديث من الفوائد أيضا أمر الرجل لمن يلزمه ويكون تحت أمره كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنزع مكان اعتكافه وفي هذا الحديث من الفوائد جواز الاعتكاف في شهر شوال وفي غيره من شهور العام وأن الاعتكاف ليس خاصا بشهر رمضان وقد استدل به بعض الفقهاء على أن من قطع المندوب لزمه وأن يقضيه لكون النبي صلى الله عليه وسلم لما قطع اعتكافه في رمضان قضى ذلك الاعتكاف في شوال والجمهور على أن المندوب إذا تم قطعه لم يلزم قضاؤه ولم يتعين على الإنسان أن يأتي به مرة أخرى نعم حسن الله إليكم قال عن علي بن الحسين عن صفية تزوج النبي صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان فكان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده أزواجه فرحن فقال لصفية بنت حويي لا تعجلي حتى أن صارف معك وكان بيتها في دار أسامة رضي الله عنه فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة رضي الله عنها مر رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسرعا فنفذا وأجازا فلما أبصرهما ناداهما فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تعال يا على رسلكما إنما هي صفية بنت حويي فقال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما ما قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا قول علي بن الحسين عن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي صفية بنت حويي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة خيبر قال أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في زيارة المرأة لزوجها سواء في الاعتكاف كما في الحديث أو في غيره وفي الحديث أن الاعتكاف يكون في المساجد وفي الحديث استحباب الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان وفي الحديث زيارة نساء الرجل له داخل اعتكافه ومن هنا اجتمع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده في اعتكافه وقوله فرحنا أي رجعنا إلى بيوتهن وكانت بيوت أمهات المؤمنين مشرعة في المسجد لها باب على المسجد إلا صفية فقد كان بيتها خارجا أخذ من دار يسامة وأعطي لها لتسكنه وقوله فقال صلى الله عليه وسلم لصفية لا تعجلي حتى أن صرف معك فيه طلب الإنسان من غيره البقاء في المسجد وفيه من الفوائد رجوع المعتكف خارج المسجد وذهابه لما يحتاج للذهاب إليه ومن ذلك أن يقلب زوجه إلى بيتهم وفي الحديث من الفوائد استعارة البيوت واستيجارها ليسكن الرجل فيها أهله وفي الحديث جوازه أن يتحدث المعتكف بحيث لا يلزمه أن يكون مستمرا في أنواع الطاعات وأخذ من هذا جواز أن يتكلم المعتكف في الجوال وغيره بشرط أن يكون مراعيا أحكام المسجد فلا يتكلم بالحديث الذي يكون بين الرجل وأهل بيته ولا يتحدث في أمور البيع والشراء ولا يتحدث بمحرم كغيبة ونحوها وفي الحديث من الفوائد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حسن المعشر مع أزواجه رضوان الله عليهن وقوله حتى إذا بلغت باب المسجد لعل هذا خارج المسجد عند باب أمي سلمة مر رجلان من الأنصار وفي لفظ لقيه رجلان من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه السلام على الرجل الذي يكون معه أهله وأنه لا حرج في ذلك وفي الحديث من الفوائد درء الإنسان عن نفسه الشبهة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما خشي أن يقع في قلوب هذين الأنصاريين شيء من الشبهة درى ذلك عنهما بإخبارهما بأنها صفية وفي الحديث من الفوائد الاستدلال بقرائن الأحوال فقد استدل بإسراعهما على وجود الريبة عندهما وفي الحديث منادات من يكون مرادا للإنسان وأطلب منه الحضور وفي الحديث من الفوائد أيضا أمر لإنسان بأن يسير على رسله فلا يستعجل في مشيه لأن لا يثير ريبة في ذلك وفي هذا الحديث من الفوائد استعمال التسبيح عند التعجب من الأمر فإنهما قالا سبحان الله وكبر عليهما ما قال يعني من خشيته أن يكون في قلوبهما شر وفي الحديث تعريف الإنسان بإسم زوجته وأنها فلانة بنت فلان ولذا قال إنما هي صفية بنت حيي وفي الحديث من الفوائد حذر الإنسان من عدوه الشيطان الرجيم لأن لا يوقع في قلبه من الوساوس ما يكون سببا من أسباب صرفه عن شيء من العبادات أو سوء ظن بأهل الإسلام وفي هذا الحديث من الفوائد سعي الإنسان إلى إزالة وساوس عدوه الشيطان ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خشي أن يقذف الشيطان في قلوبهما شيئا وفي لفظ شراء وفي الحديث من الفوائد أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وبالتالي يخشى الإنسان من هذا العدو ففيه بيان صفة هذا العدو وشيء من جهوده في إضلال الخلق في الحديث أيضا حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبعاد وساوس الشيطان من القلوب حتى تكون نقية سليمة وقد استدل الإمام البخاري بهذا الحديث على أن الشهادة تكون عند القاضي أو قبل ذلك فيما يتعلق بما يطلب من الخصم حسن الله إليكم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما فالحديث من الفوائد مشروعية عرض القرآن على من يكون سببا لضبط القرآن وإتقان حفظه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه القرآن وقد ورد أنه كان يدارس جبريل القرآن في كل ليلة وفي هذا الحديث مشروعية عرض القرآن على الجماعة كاملا وقد أخذ من ذلك الأئمة استحباب اجتمال صلاة التراويح على ختمة تامة من أجل أن يكون هناك عرض لجميع القرآن وفي الحديث استحباب مدارسة القرآن وتدارسه والاجتماع على قراءته وفي الحديث مشروعية الاعتكاف ومشروعية الاعتكاف في العشر الأواخر وفيه أن الاعتكاف لا يقتصر على عشرة أيام بل قد يزيد وفي الحديث أنه كل ما كبر الإنسان ينبغي به أن يزيد في الطاعات وأن يكثر منها فقد كان صلى الله عليه وسلم يعتكف عشر ليال فلما جاء العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين ليلة وفي الحديث دلالة على فضل الله عز وجل على هذه الأمة بحفظ هذا القرآن بعرضه في كل عام ليكون حجة ودليلا على ما من الله به من حفظ القرآن العظيم فإن قراءة الناس في صلاة التراويح وخصوصا ما كان على جهة الحفظ أمام الناس فيه برهان لما وعد الله جل وعلا به من حفظ هذا الكتاب فإنه يقرأه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ويقرأونه على جماعتهم بنصه لا يختلف منه حرف واحد بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير وأسعدكم في دنياكم وأخراكم وجعل الله عاقبة أمركم إلى خير كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين وأن يسعدهم في دنياهم وأخراهم وأن يتولى جميع شانهم كما نسأله جل وعلا بمنه وإحسانه وفضله وقوته أن يقي إخواننا في فلسطين مراد العدو الظالم كما نسأله جل وعلا أن يحقنا دماء إخواننا هناك وأن يكفيهم شر أعدائهم وأن يهيأ لهم من أمرهم رشدا وأن يسر لهم ما يسد جوعتهم ويشفي مريضهم ويداوي جرحاهم ويكون سبب من أسباب كف عدوهم عنهم ونسأله جل وعلا أن يتفضل بتحرير تلك المواطن وإزالة هذا العدو منها بفضله وإحسانه كما نسأله جل وعلا أن يوفق أولا تأمرنا لكل خير وأن يبارك فيهم وأن يجعلهم هداة مهتدين وأن يجزيهم خيرا هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين تحرير المس Matt